اشتركوا في القناة هيكون معايا بصحبتك كابتن حمادة مرزوق نجم الاهلي السابق دي هتكون الفقرة الاولى في الفقرة التانية يكون مع حضرتكم النجم خالد العاضي وضيوفه الكرام الكاباتن ياسر داود رئيس جهاز العاب القوة بالنادي الاهلي ومحمد ابراهيم رسلان مدرب الفريق وعبدالله عادل وأحمد نوري لعبي الفريق القوة بالنادي الاهلي دي هتكون فقرات الاهلي الليلة ان شاء الله نسعد بصحبتكم وان شاء الله يكون حلقة مفيدة لحضراتكم نتكلم فيها عن كل اللي بيخصكم وكل التساؤلات اللي بتدور في الشارع الأهلاء والجماهير الأهلوية بتسأل عن ايه اكيد بتسأل عن صفقات النادي الاهلي اللي هبدأ معاكو بيها النهاردة القايمة ضمت رمضان صبح اللي خلصت خلاص بطاقته الدولية وصلت وخلاص تأيد القايمة أقولها لكم بسرعة عشان تعرفه شريف إكرامي محمد الشناوي شام محمد أيمن أشرف إسلام محارب وليد سليمان رمضان صبح النجم الجديد القادم من الدوري الإنجليزي على سبيل الأعارة محمد هاني ومرون محسن وسليف كوليبالي وعمر السلية أحمد الشيخ علي معلول وليد أزارو أكرم توفيق وناصر ماهر وكليم ندفد ومحمد محمود الوافد الجديد أيضا ومعا محمد محمود وحيد وجيرالد أربع لعبين ضمهم الجهاز الفني في هذه المباراة الهمة جدا أقول لحضراتكم القايمة مرة تانية شريف إكرامي والشناوي شام محمد أيمن أشرف إسلام محارب وليد سليمان رمضان صبحي محمد هاني مروان محسن سليف كوليبالي عمر السلية أحمد الشيخ وعلي معلول وليد أزارو أكرم توفيق ناصر ماهر أكرم توفيق داخل القايمة أعتقد برضو أن دي حاجات كويسة ناصر ماهر كريم ندفد محمد محمود محمود وحيد وجيرالدو دي القايمة اللي ضمهم لسرتي المدير الفني الجديد في أولى مهمه الرسمية بمباراة بيرامدز الهمة جدا بكرة إن شاء الله في السادسة مساء